اثنان في أوطاننا يرتعدان خوفا من يقضة النائم اللص والحاكم ضيف هذه الحلقة من برنامج بالممنوع سيادة العقيد السابق بسام علي أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا الحياة كالله نورت وشرفت تفضل استريح صح قلت السابق يعني ماكو مشكلة تمام نورتني وشرفتني أخذ راحتك بالقاعدة يعني الساعة ساعتك وش تحب تسولف بيها بما مسموح لك يعني أنا معرف شن المسموح المو مسموح بس يمكن أنت قلت بفيديو أخير نزلت قبل أيام قلت أكو أشياء كثيرة لازم أتحدث بيها وآني شفت أنه مو ما لتنزل بسناب لازم نسوي حلقة حتى تحكي هاي الأشياء الكثيرة دائل كثيرة مرح تنحكي زين خلي أنطيك مبدئيا يعني في بداية الحلقة رح أنطيك ورقة وقلم وتكتب لي بيها شوف شنو رح تكتب تفضل كل ضيوفي يكتبون هذا الشي تمام يعني هذا ما يكون هسي ها هذا ما يكون هسي هذا توقيع على أنه أنا لا سألتك لا لا ما سألتك مثل الباقيين على موضوع الحلقة الجزء كم أمور تعجبني كل أمور ما تعجبني صح نعم صحيح ولا أعرف أنه أنت شم حضر صح؟ فما لا أوقع على ورقة تعتبوها أنت بس باوح علي عفو الورقة عفوها إذا يعني كشخص أنا كنت مشتغل بالإدارة فهذه الأمور ميجوز تمام عندي سؤال نعم ورق بعد بعد الحلقة إذا صار الاتفاق أنه كل شيء مش اعتيادي وقع عليه شنو تمام عندي سؤال نعم تعتبر نفسك شجاع طبعا أنا أجاب على كل شيء من ما طلبت إعداد الدليل أنه أنا الإعداد والهاي كل شيء متطرقت له ليش غيرك طلبون ليش غيرك طلبون ما لي دخل أنا عليه من نفسي ليش ما أحرف أنت ليش ما طلبت شون السبب أنا واثق من نفسي أدخل بأي برنامج تريد أدخل بي زين أنا شكاتب لك في الواقع إني اسمي مثلا ضيف برنامج بالممنوع أتعهد بإني مسؤول عن كل ما يصدر في الحلقة من تصريحات أنا ما أعرف إيجازك مواضيع إيجازك أقول لك لا توقف هذا الموضوع ما ينطرق زين صح؟ بالمونتاج تتخليها وتنزلها مثلا أنا مدى التهمك المدى التهمك بس هاي الورقة الورقة هاي راح تديني بعدين زين أنه انت وقعت عليها ونزلت زين ممكن هسا أنت مسؤول عن تصريحاتك بالحلقة فقط طب أنا أعرف أنه شوني أتكلم أنا هذا المقصول تمام نعم اكتب لي بكلام يعني بخط أيدك وجه لي رسالة للسياسي عراقي بدون ما تذكر يعني مش راح تكتب بنهاية الحلقة إذا تحب تقول مش راح توجه رسالة أو لنائب لوزير لضابط لصديق شخصية معروفة وجه لها رسالة بالورقة هاي الورقة خاصة بك هنا لو بالظهر لا لا جوا بالتعاهد نفسها حتى تبقى ورقة باسمك أي تريد تكتب اسمه بالنهاية نذكر منه هو من بين هذا عزيز عليك من بين عزيز عليك الشخص اللي وجهت لرسالة دا هي يعني رسالة ممكن مو بساني إنو أقولها خلاص آخذ الفايل تمام بعدين نعلن عليها نحتي بها بالفصل الأخير بس خليني أسألك راح أبدي مين أنت انتهيت بالموضوع الأخير بالفترة الأخيرة الناس الناس تحت شكل وبالآنه يحت شكل صح له لا ليش الناس متاخذ التوثيق من الشخص المسؤول عن حياته ليش يسمعون من التعليقات شوف مع الأسف إنو كثير اللي نشوفه من الحسابات الموجودة والأشخاص الناس موجودين ماكو متابعة من الأهل قلة معرفة ومعلومات لأنه يدخل على الحسابات تلقاه له طبيب له أستاذ له محامي زين هذا من وصل هاي يعني كطبيب أو أستاذ أو محام شلون هذا مستوى تفكيره لهذه الدرجة زين أنا ما جاوب على التعليقات قصدك الكومنتات اللي تصدر على صور حضرتك نعم نعم أو على يعني عائلتك كل موضوع أسوأ تعليق أنا هذا الشيء ما عاجبني ليش دا أعلق أنا يوم شيء ما عاجبني عوفه ليش يعلق علي موالي راح أعلق علي احتمال أنه راح يجي غير شخص ويعلق وما دام شيء ما عاجبني أتركه وخلص بس هم مستوى تفكيرهم يعني مرات محدود أصفنا أقول يعني لها الدرجة هاي وصلنا مرحلة أنه هذا مستوى التفكير اللي للأجيال الجديدة أسوأ تعليق قرأته وزعجك جدا بحيث أنا ما أدير بال لأنه أنا من أشوف تعليق أعرف أنه أنا كشخص أنه شنو أنا وشنو مستوى تفكيري ما أنا زل نفسي لهذا المستوى وعلمه أنه أنطي فد أهمية أو يزعجني أو فشي لا أكون ناس حاصلين على شهادات عليا وهم تفكيرهم شهادة ما لها دخل بثقافة شهادة والفلوس ما لهم ما لها دخل بثقافة اللي عنده فلوسة هواية ما لها دخل بثقافة اللي عنده شهادة ما لها دخل بثقافة ما لها دخل بثقافة الثقاف من اللي يثقف لعد شوف هاي تعتمد أنا اللي البيت طبعا الأم والأب طبعا دور الأول والأخير الأم والأب والحياة حياة البيت اللي هما عايشيهم أنه تلقى إنسان أنه هسه تطلع مع احتراماته لكل المهن تلقى ناس بسطاء بس عنده من الثقافة ومن الوعي يعني عادل مع احتراماته لأي شهادة شهد أنت مثقاف أول شي تربيتنا ألف الحمد لله وشكره وهذا مو أنا أقوله الحمد لله كل الناس اللي عرفتها وتعاملوا ويانا بما أنه آني ولا أهلي الحمد لله ماكو أي إحكاية علينا وماكو أي انتقاد من كل الناس اللي يعرفونه زين والمروح حمد لله وشكر سمعتنا طيبة بس اللي ما يعرفك ويحكي عليك تجي تعلم واحد واحد لو الثقاف إذا هو أهلي ما ربه وما علمه أجاني رح أعلمه موضوع الاستقالة طبعا أنا يعرفه هواي أشياء بس لكن اللي أسمعه من الناس يعني تدري أنت الناس كل شي تحتيه موضوع الاستقالة هو خوف من يعني الوضع الحالي للمشاهير أولاً ثانياً الموضوع الاستقالة أكو وراء تأسيس لمشروع قادم جديد ترشيح إلى مجلس النواب العراقي بالدورة القادمة زين أولاً أنا ذكرتها بالفيديو وقق بيهم ويكتبون إحنا شعلينا هو طبعاً أنا ناشر على صفرتي زين أنت ممتابعني تنزل تدخل صفحتي وتقول لي أنا شعلي أنت من قل لك تعالى دخل صفحتي وعلق لي أنا منزل صفحتي بحسابي الشخصي زين يصير أنا يدخل بحسابك أنت منزل في شيء يجي علق لك ويقول لك ليش منزله شعلي الموضوع بيجات هواية نشرت الاستقالة شوكت بتاريخ كان عند ميلادي 18 أربعة زين ثاني يوم خابروني قالوا هاي أنت منزل صرح بهذا الموضوع شم صرح ما أعرف قالوا الاستقالة تم زين أنا هسا صرح بالاستقالة أنا عندي الموافقة من 30 سبعة فمن 30 سبعة الحد 30 سبعة 23 23 نعم الحد 19 أربعة أنا ما أصرح بفت شيء وأكثر الناس تسألني إن صدق استقالتها ما جاوبت أجي بيوم بهذا التاريخ أنني أصرح وبعد ما صادر شيء وراها بشهر الخامس طلع أصلا متوقع الكتاب تاريخ 18 أربعة وصادر ماتت 19 أربعة إذن منه اللي يعني حتى بعد مواصل إنه جائرة إذن منه غير أكو جهات يعني جهات أخرى اللي هي صرحة هاي البيجات اللي صرحة إذن بي منه هاي البيجات منه 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 اللي يدري يسا اليوم أنت بالقناة توقع كتاب منه اي نعم بعد مصادر منعتكم زين ودروبي مين طالع مين طالع غير من يمك أكيد الكادر يطلعون صحيح وإذن طلع نشر الخبر ماتي أنا ما صرحت لأنه ما كفت شيء رسمي استدل علي إنه صدر الأمر الوزاري ماتي والاعتماد على الأمر الديواني بعدها في شهر الخامس من صدر الأمر الوزاري إجاني الكتاب طلعت صرحت إنه فهمت الناس إنه أنا أكو بيهم كتبه وإنه يخاف أولا أنا تخرجت تموز 2006 وإن تخرجت للموصل وإن بالموصل اللي يعرفون طبعا هذا الكلام اللي أقوله سمعت الكلمتي خاف وماكو واحد ماكو واحد يجي يقول أنا أتحدى اللي خدمتوا ياهم ماكو ماكو يجي شيء إذا مو واثق من نفسها واثق من الناس اللي يشتغلوا ياهم داومت بالموصل بال2006 كان حتى الطريق ماكو لشنا نطلع على كركو كنت طبع على القيارة وان الفوج ماتي بالحضر بالمخازن الشمالية بالحضر السرية ماتي بعين الجحش زين القاطعة ماتي تلعبتها يعني بأسوأ الضعوف أنت داومت والله شنة أنام باللين تكرم أنزعتك وسطال لأنه ماعرف الوضع شنو والمكان السيطرة شنة بيها دائما تسقط آني داومت بيها سنة ونص سنة ونص طلقة مطقت علي لأنه عرفت شون تعامل ناكو المنطقة زين زين وراها نقلت من الفرقة الثانية أنا صنف مشاتل وإحنا بداية الدورات اللي بالبداية لأنهم بس يدون يزجون ضباط للجيش للوحدات بعدها داومت فرقة داعش وخدمت بيها فرقة داعش وراها نقلت الاستخبارات العسكرية وبعد استخبارات نقلت لهم ضباط العسكري يعني بأسوأ الضعوف ليش الناس تقول هسا وإحنا ما يعرفون يقولون يخاف يعني إحنا وضعنا أمان هذا السبب يعني إحنا كنت في الموصل ماكو أصلا حتى من أوصل قبل ما أوصل أخابر أهلي أقولهم أنا وصلت واروح لهناك لأن ما حد يدري بي ماكو شبكة يشترون خطوط سورية ويشغلوهن زين فبداك الوقت ما بطلت زين أبطل هسا من هساني خلس إليك سؤال هاذا الناس قالت يخاف هاي ناس يجي بس أحكي لي موضوع الترشيح لمجلس النواب العراقي ما يمنع أيشي ومن حقك وأنت شخصية مهمة أنا من حقك أولا أنا ضابط داخل إذا كان العملية سياسية أنا ضابط من أخلاها ببالك الفكرة؟ لماذا من أخلاها ببالي؟ يعني من أخلاها ببالك؟ هذه بالدستور موجودة حالي حل أي مواطن عراقي موجود زين من حقه يرشح للانتخابات صحيح ومصحيح إذا كانت انتخابات مجلس النواب وإذا كانت انتخابات مجلس المحافظات مصح؟ أكو شيء يمنع أنه أنا ما رشح من باب أنه السياسي أنا عسكري وخدمت بالإعلام من 2014 لحد يومنا هذا زين زين يعني لماذا لن أخلاها مثلا الانتخابات؟ تتوقع نفسك إذا رشحت المجلس النواب رح تفوز بالدرشية؟ التوفيق من رب العالمين رب العالمين رادي يوفقك وين ما راح تكون ما دام ميتك صادقة رح يوفقك تمام شنو برنامجك الحكومي وأنت نائب شنو رح تقدم؟ أنا لا أقول أي شغلة نحن أدنى مقولة أكو شغلات شغلات بالجيش نعم شغلات صحيحة ويتتبعها لهذا السبب أن أكثر ضباط الجيش وين ما يروحون الناجحين ليس أنا أداحك عن نفسي وفي ضباط أيضا صاعوا ونواب طبعا طبعا بالجيش أكو قاعدة قلت 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 سم سم إلا تلهم ما أسبق الحدث إذا ما أكون أنه أنا بمكاني الصحيح وإلي صلاحياتي هتتعرف أنه أنا بأي لجنة رح تكون بمجلس النواب إذا فزيت؟ هو أغلبيا أنه يكون الضابط من يدخل مجلس النواب يخلوا لجنة الأمن والدفاع رح تعتمد الإعلانات ببوسترات بشارع الصورك ولا تعتمد الإعلانات بسناب وإنستجرام اللي حضرتك ولي مدام حضرتك؟ ماذا حدثت؟ يعني بسنابك بحساباتكم لو رح تعتمد البوسترات بشارع أنت هنا ترويج والتسويق التسويق يكون أكثر من جهة التسويق ليس يكون بجهة محددة فقط تختصر إعلانات بالشوارع العامة بعدة مجالات فأنت لازم أنه أنت بهذا المجال وأنت تريد تسويق النفسك غير تسويق بالشي صحيح حتى التامن؟ سيدة زينة سيدة زينة رح تساعدك بالترويج والإعلان والكذا والله هذا هي يعني زوجتي وهي سباقة بالخير يعني رح تدعم وتحشي طبعا أي زوجة أنه تدعم زوجتي أي نعم وخصوصا زينة يعني أنا علاقتي وياها علاقة أنه صداقة أنت صداقة صح قبل ما تصير أنه حياة زوجية اعتيادية حال حال يعني باقي المجال شكرا لكم أصدقاء طبعا زين خليني أسأل سؤال شوية بنوع من الخباثة أو الخبث لا تخبثوا إياه أبدا 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 لا لا من الخبث مانترا يعني رح لأسأل بهذه المدة اللي أنتوا يعني من الزوجتوا لحد هذا اليوم نعم دائما يتساءلون الناس كل المشاهير اللي يزوجون زواجاتهم قسم تنجح نسبة قليلة نعم وقسم يعني بعيد الشهر عليكم نعم يعني يرحون لهذا تشوف زواجكم ناجح؟ هذا الشيء اللي قرره هو الزوجين طبعا هو أنا سألتك وسبب على يعني طريقة حياتهم شنو وهدفهم شنو حياتهم الزوجية بالنسبة لي ما أعرف إن كل شخص شنو اللي يدور بيناتهم أو شنو الأسباب اللي هي زواجكم ناجح؟ أفي الحمد لله شكر ما بي مشاكل؟ شوف حسنو تسأل الأمهات القديمة والأمهات الكبار يقولك ملح الحياة الزوجية كين مشكلة؟ المشكلة ماكو شيء يبقى وردي بكل أوقات أخر مشكلة صارت؟ لا مشاكل يا مشاكل أني ج diffuse هم يعني أنا مصلحتك نتعارك وأنت المصلحتي نتعارك يعني مو إن.. لا إنت من شون تخاف عليك؟ بكل شيء من أي مكان؟ أي مرة تخاف على رجح والرجال يخاف على مجاب لا لا أشوف ألف زوجات يخافهم على أزواجهم حين ماähän تذهب إلى مكان بسيدات هذا تتعارك ويا هي بالنسبة لي هي ثقة لا ثقة عامية عندها ويا بس المرة بطبيعتها غيارة والمرة المتغر على رجلها اناها متحب رجلها اكو غيرها يعني طبيعية او اكو غيرها فوق الطبيعية لا لا هي فوق المال فوق الطبيعية والسيرين بالمناسبة حزق يعني شون تتلاشوا وياها زين يعني شون تحرك دمها سيرين بصحة جيدة الحمد لله شكرا يعني يمكن في بعض الاحيان قبل فترة سمعنا انه موديها لطبيب او هيتش لا يعني يعني طفل حال اي طفل تتمرض امراض عادية يعني بصحة جيدة الحمد لله شكرا دائما تطلع اشاعات على عوائل المشاهير انه فلانة بها كذا او فلان بكذا او اولادهم بهم كذا شنو هذي يعني المصادر يعني مثلا بتأحد المشهورات بها فلان تعاني من فلان مرض او فلان كذا ليش هذي الاشاعات دائما او من ورا هاي الاشاعات اه عائلية ولا غربة اكتباه اي انتة تقول اشاعات ام اذا ها شنو شي ما صحيح صحنو انو ما تقول منو وراها سيد بسام منو وراها هذه الاشاعات هاي القول الجاهله حشار اقول اللي ما تعرف انو شون اه طلع الكلام وشون تطقي خصوصية للمقابل يعني يجي يدخل مواضيع ويحشي كلام هو ما عنده أي معلومة عليه يجي منجرد هتكم أحد من أقاربكم يطلع عليكم مشاعات؟ ها؟ هتكم أحد من أقاربكم يطلع عليكم مشاعات؟ هو دائماً أقول الحمة تجمنياً مرجلياً ايه فماكه من أقاربك ولا من أقارب سيدة زينة؟ ما أحدد لا لا بس أنت موكلهم انت موكلهم أنه لازم أنهم مزينين أو أنت أي شخص موجود هم يلقى أنه أحد من أقاربه مثلاً يغار منه يغار من عيشته يغار من علاقته الزوجية ومن أطفاله يجوز مثلاً ما عنده ولد وفلان عنده ولد هذا مثلاً يحب البنات وما عنده بنات وغيره عنده بنات يعني أكثر من طريقة يقدر مثلاً يحقد يغار شيء من عندك فتبت تقدر تقول مثلاً تعرف أنه هذا هاي كله تعال جيبها جيبها نفوسهم هيا بقت نفوسهم تعال على طريق أنه الإشاعات والمشاهير تعال تعال خلوني هم مكان زين خليه هنا خليه خليه هذا الوقت ما الغسالات هاي هم ذكرة ايه ذكرة أنه مصحح ايه ذكرة أنه قالوا من ضمن خليها ألزم لي بس هذي هذي قالوا من ضمن الاستقالة ها خافوا ممكن خافوا أنه ما الغسيل ومدرشينه أولاً نعم وأنت لك المساحة رح تسالف نعم ليش حالياً المشاهير بالعراق متهمين بغسيل الأموال شنو السبب؟ شوف أولاً ايه أنا ما أقدر أحكم طبعاً أنت تقول اتهام متهم بريء حتى تسبل صح إذن ما كفت شي رسمي زين زين وقانون موجود وخلي القانون يتخذ مجرى له إذا لقى شي عند أحد المشاهير حرامي لصير من السلطان لتخاف زين أنا لماذا بالنسبة لأنا أتكلم عن نفسي ما أتكلم عن الباغي شنو قالوا عليكم بهذا الموضوع ها شنو قالوا عليكم لا أنت تقول لهم ضمن الاستقالة ضمن الاستقالة قالوا لأن هما ليش نزلوا البيجات نزلوا البيجات بوقت أنه صارت ما الشغلات الغسيل وهاي الأمور قالوا ها خافة وراح يطفرون أنا شنو أخاف أنا ما أخاف له من أكبر واحد ما دام ماشي بطريق صحيح ومن أنام ضميري مرتاح زين يقول لك كن مظلوم ولا تكون ظالم عدنا مشاهر يشتغلون بالغسيل معروف عدنا معروفين أنا حتى اختلاطنا بالمشاهر تشوفها كل شيء قليل ما يجوز الله رازقهم يجوز عنده ورث ليش أنه أنا أجي أتهمه ليش مختصر على المشاهر ليش أجقد ناس مستشفيات باسم فلان وباسم فلان جامعات مولات شيء زين دولة ليش ما يروحن عليها ليش بس على المشاهر ليش بس على المشاهر وهي هاي البيجات هاي البيجات الموجودة ومسيسة كل من عنده كذا بيج إنه شين اللي شين يريده حتى تبعد النظرة عن الأصليين شين اللي يريده تزجوا أوكي انتوا شفتوا مشاهير عدهم عيدوا حساباتكم وياهم صحي لو مصحي كيف لون نقدر نعرف يعني نشتغل بالغسالة والله أنا عرفش تغلل بغسالة الهدوم أنا باور الله يبعدني عن الحرام والحرام يعني هي منقصة إنه هاي غسالة يعني أي مكان قلت لك أنا تنضاب أو ما كان دومت بيها دومت مدير مكتب مندير استخبارات طبعا بالمناسبة منشيت بالموصل بواري ما النفط يمي بواري ما النفط يمي الخام هي الخام وكانوا يومية يكسروهن يبقون ملعدهن لو أريد من ذاك الوقت كان إنه أنا بقت نفط وما حد يدري زين وألف الحمد لله وشكر رب العالمين سترني ثلاثة أرباع الفوج ماتي والسرية ها الله يرحمهم استشهدوا بس بس شنو الله يعني يدفع لي هواي أمور بيش أنا ما اتدخلت بأي موضوع تمام خلينا نروح إلى فاصل للجزء الثاني من البرنامج تتمنصر على درغة سالة هي أجيب بك يا هي ما صير ما صير والله إنه أنا هذا مو ثوبي لو صارت غسالة مو ثوبي أنا هواي أكو شغلات عرضت علي ما سوي شنعرض عليك هواي أمور مثلا هاي حياة أرسلت بحياتك تعرف إنه شمعروض عليك الصاير وياك ما عروف كش ما هم أعرض عليك هاي حياة أنت من أكو أمور من تجي توصل لها يعني قلت لك أنا وصلت يعني دوامة مدير مكتب مدير استخبارات آه نعم هواي أكو أمور لازم يغروك به الشي هدية ما استقبل هدية حدي بالمعاملة مو حدي لأ مرن بس باليرضي رب العالمين مكتفي شده براتبك ألف الحمد لله وشكر لهذا السبب أنه أنا منقدمت استقالة لأنه أنه الراتب أنا الاستقالة بس أعرف وراءها أكو موضوع بزنيز أقوى أكو مشاريع أقوى لو على موضة الترشيح خلن نختصرها ونسد الكلام كله قل لي أنتو لحد الآن ما أخذت منك يعني كلمة ليش الاستقالة الاستقالة أنت مكانك كان سيادي مهم محترم إلى قيمة عالية جدا وجنابك عالي طبعا بأي مكان تكون مستقل يعني بالدوام ولا مستقل جنابك عالي وهذا السيفي اللي حضرتك أنت موجود وغصبا على الكل أنت عسكري بس شينو سبب الاستقالة أكو بزنيز قوي حتى نبح بالعجل إلى آني دام من ذاك الوقت لحد هذه السنة بالنسبة كراتب يسوي لشي كتطور أي وظيفة أي وظيفة إذا أضل على الوظيفة الراتب ما سيطورك زين آني حسابات كل إنسان إلى هدف صح اكو هداف انه اريد اوصل لها اذا راح ابقى بهذا المكان صار عندك بزنس خاص ان شاء الله بزنس خاص والترشيح صحيح ليش قلت لك من حقي اقدره الشيح تستاهل حقيقة تستاهل يعني عراقي ومن العراق ويعني عسكري ونعرفك بالنهاي احنا نعرفك اذا عندهم شاعب علي خليجوا نواجهون ان شاء الله خلينا نروح الى جزء الثاني من البرنامج راح نشوف الصور وفيديو ورح اتعلق لي عليها بعد مادر راح تقبل او ما تقبل زين بالفيديوهات بس خليني اسأل هذا السؤال واريد اجابته بعد الفاصل ليش لمن يسألون السيدة زينة الدليمي مدام حضرتك بسام تنزل دموعها شفت اكثر من اللقاءاني باحد اللقاءات ويايا يعني معقول لك كل هذا الخوف والحب اكتر اكتر والله العظيم انا مثلا مرات اصمي قابط راح اخد اجابة بعد الفاصل المشاهدين بعد الفاصل راح نعرف اكثر تفاصل ويمكن نشوف سيدة زينة شرح ترد اهلا بكم من جديد في حلقة بالممنوع ضيف هذه الحلقة السيد بسام علي اهلا وسهلا بيك وحياك الله البرنامج بالممنوع لازم نقول شيء ممنوع دي يصير هو وهو ممنوع شنو هذا الشيء اللي يزعج المواطن العراقي وهو ممنوع يعني بس ماكو سيطرة علي مثلا في بالك اي شي انت تشوف والله هو كمواضيع هواية مواضيع ممنوعة ايه وده تصير فاني موجهة رقابية انا بالنسبة الممنوع عندي حياتي بها شغلات ممنوعة والدها انا المسؤول عليها انه خليها تصير او خليها ما تصير بس بالنسبة للمجتمع اكو جهات رقابية هي المسؤولة وماشاء الله ممنوع كل شيء ممنوع وده يساوه ومانت قاعد يتخذ بي ايجرها هاي بعد مو مهمي انا يعني مواني المسؤول عليها حتى انه انا اقول هذا يصير او هذا ما يصير هذا رأيي بالنسبة لحياتي اعرف هذا اول لقاء تلفزيوني اللي حضرتك اين اول لقاء اول لقاء اول لقاء اه دع شوفكم سيطر على الكاميرات لانه انت شنت اصلا يعني بالإعلام خلينا نشوف فيديوات نعم ونحن حتش على هذه الفيديوات شباب شوفونا الفيديوات شوفونا ابدونا من آخر فيديو ممكن يعني اذا تسمحون من آخر فيديو وعلونا الصوت تمام عرفت شنو حالات الطلاق هذا حالات الطلاق هذا حصائية حقيقية حصائية حقيقية حقيقية اشقد العدد خلال 25536 ألف حال الطلاق خلال أربعة أشهر هاي المضت هاي المضت تمام هذا الموضوع ميحشون بي بس إذا أنا جدت فترة انه لي المنفصل لأ قامت القيامة زين كمل سؤال لا أنا أسألك اليوم يعني نسبة هائلة جدا نعم انه حالات طلاق بالعراق لا ما عندهم بس بس بيجات ايه عندهم بس 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 انت اي شون و الخنسة وعشرين الف لا لا أفهم هم تلقى هو نفسه من فصل أو هي من فصلة ويحشون عليه ايو يحشون على المفصل تتوقع يعني لازم يساني من من فصلت لا لازم هاي بعدتهت حياتي مواكوش زين هاي خمسة وعشرين الف وخمسة وستو وثلاثين مال أربعة أشهر والقبلها 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 بعدين حياتهم شنو راح تكون عندي سؤال تتوقع من دول الخمسة وعشرين الف نعم أحد من عدهم أمعلق لك بتعليق سيء طبعا هاي مال أربعة أشهر نعم وتعندك كده أشهر سابقة زين شت قلها شت قلها أو شت قلها لي هذول الخمسة وعشرين الف وأكثر اللي معلقي لك هاي شخص يعلق لي كان أقارب وكان غريب ويمسني وبدون ما مأذياني منا اليوم الدين لا محالا ولا موهوم بكل شيء إذا أحد مسك بطعن مزعج لا توصل مرحلة الضغط منه أنت يعني إذا أحد سمعك كلام سيء بالشارع عليك على يعني بيتك على العائلة توصل مرحلة أكبر أمور أنه لازم أنت تلتزم بيها ليش سابقا ما كانت الناس أكثر تعرفني إذا صير هيك حالة هذه أنه أتحارك أسوي أي شيء أنه أسوي وأنا كل شيء عصبي هسه بهذا الوقت إذا مثلا ترد واحد وهو غلطان عليك راه يعوفون سبب اللي هو سواه هو أي إنسان موجود أي شخص راح يجي يدخل علي ويتجاوز راح يلقى أنه رد ما يعجبه مو صاحب أنت دخلت وتجاوز دقي الباب تلقي تجواب بالنسبة أنه لا أنه لازم تتحمل وتسكت وميصر لماذا؟ هاي عقلية الناس لحظة لأن ضابط له لأن مشهور أنت هاي مو بس إحنا طبعا تشوف أنه فلان علق على فلان شيء أنا ناشر على صفحتي مثلا أي شخص ناشر على صفحتي وشيء هو مقتنع به ليش أنه أنا أطوب أن أتجاوز هذي حتشيني لو أحد أسألك لي يعني حسب نوع التجاوز مدام حضرتك وفت حضرتك ترد له أنا بالنسبة لزينا أنت خطة حمار أنا دا أسألك ترد عليه هذي أن دولة اللي لدي يتجاوزون متى يتجاوزون بوجه بوجه لا يشوفوك يضحكون بس وراك يضحكون يطقون صراويات طبعا أنه ما ذولا أبطال كيبود من خلف الحاسبات وشي يريد يكتب يكتب على أنه ما أحد يعرف تمام خلينا نشوف صورة ثانية نسبة عالية جدا بالطلاق بالعراق طبعا مو بس هاي الأشهر تمام علونا شباب الصوت قتل المشاهير بدافع بين فترة وأخرى نشوف أحد المشاهير المشهورات بالتحديد تقتل بدافع ما نعرف شنو الدافع الناس ربطت هم موضوع استقالتك بمقتل أحد الشخصيات المشهورة اتزامن هذا الموضوع أنت مقدم الاستقالة أنا أعرف قبل سنة اتزامنت هي بعدين طلعتوا بهذا الموضوع وستغرب الكتاب وكل هاي التفاصيل لكن ليش الناس دائما حينما تقتل مشهورة يبدون يرمون جزافا التهم على بقية المشاهير هو هاي من اللي يسويها اللي يسويها البيجات من وراء البيجات؟ البيجات هذا البيج ممول أنا أريد أعص من وراء أنت اليوم تريد تسوي بيج البيج هميرات لتكلفة شهرية وراد لوقت أن تقعدها على مد تشتغل ببيج ماتيك حتى الصاعدة يدورون من يسوي يخترع له حدث يربط حدث بحدث ليش؟ حتى يخلي الناس تدخل تتفاعل مع الجزء شي مو صحيح ويدري بي مو صحيح والعالم كله تدري بي مو صحيح حتى يدخلون الناس يعلقون على هذا الشي مو صحيح جمع شنو كومنتات جمع أنه ناس قاعد تدخل حركة صارت بالبيج ماتي بعدين أهدافه شنو بالمستقبل هذا البيج مراقب البيجات ما عاد يعني أنا قبل فترة لأنه سويت طلب أنه يصير أكو مراقب البيجات صير حسابات والدولة مسؤولة عليها حتى تتابعها حتى تقدر أن تتحجب من هاي البيجات الموجودة حاليا أنه كل شخص تلقاه مع احترامي لأعمارك وواحد صح عمره عشر سنين بس تلقي عقل أحسن من غير واحد سيد غسام لو سألتك أنت كرجل أمن نعم يعني كنت وكنت بالسلك الأمني يستمر قتل المشاهير ولا يتوقف ولا شلون نوقفها ولا ليش دا ينقتلون المشاهير والمشهورات سألني جواء إذا أريد دجاوب أنا سألتك كرجل أمن أنا إذا أريد دجاوب جوابي أحتمال ما راح يعجب الأغلب ليش؟ إنه الموجود والأغلب اللي هي موجودة هواية اللي بقي صفحاته منشون راح تقطع الكلاماتي و راح يفسروا تفسيرات كل من على مجاله سولف أنت وإحنا ناخد الفكرة من أكون بهذا المكان أنا أعرف ش راح أصره أي مكان؟ يعني تبقلت تبارك أنه رجل أمن لا لا أنت رجل أمن بالدولة تشنت يعني أو تشنت لك منصب زيادة إذا كان عندي مكان منصب أنه أنا أقدر أتخذ في الإجراء بهذا الخصوص راح أتخذه شون تتخذ؟ إجراء يعني ما شون هو؟ قلت لك أنه أنا إذا أكد أمور إذا أحتيها إحتمالي يكون البيجات والناس تفسر كل من عنده تفسيرات عندك تخوف؟ من شنو؟ عندك تخوف من مقتل المشاهير؟ لا على شن تخوف؟ قلت لك أنا قلت لك حرامي لأصير يعني ما تتوقع السر حرامي لأصير من سلطانة خاف اللي يريد يجيني لأشي لنقتلوا؟ أنا بطيل فترة تخدمتي مسدس مشاهير اللي انقتلوا ما أشي لديش أنا رجل أعرف شون أمشي حياتي وأعرف شون أحجم الناس تمام اللي انقتلوا يعني كلهم عندهم ما أعرف أنا ما عندي علاقة بيهم أصلا هم انقتلوا ما عندي علاقة بيهم حتى أعرف أنه هذا شي دور بالعالم شنو بالكفاء شنو ما أعرف ليش بعدت أو أنت وستزينة بتعدتوا عن العلاقات والاختلاطات بالمشاهير ما أشوفكم يعني تروحون الزيارات مع بيت فلانة وبيت فلان وبيت كذا وتقعدون ومأدبة وأكل وشرب وطلعات ونادي وسفرة وروحة وجيه ليش بتعدتوا؟ العلاقات كل ما تكون مختصرة أفضل إليك وأفضل للشخص المقابل أنا اليوم من أشوف حيدر بين فترة وفترة كل الاحترام صحيح على رأس وكذلك من تكون أكثر من اللازم تتأوبر تتصير مشاكل وكلام وأكو بعض النشو من من المشاهر القريب لكم؟ والله أقرب ها؟ ها؟ ها رح يزاعدون لا 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 عادي يعني بس عندنا إحنا مثلا كل مشاهير أنا أخوي وعزيز علي حيل ومواكمة القلبة ها؟ الشاعر حازم جابر ها حلو يعني حازم شعر حازم جابر لو تعرف شنه من قلب عنده تمام وشنه من أخلاق وإضافة عندنا يعني جماعتنا على المهدي عندنا أثير كشفول عندنا غسان إسماعيل تحية لهم جميعا الله سلم فيعني بس مو يومية إنه إحنا وياهم قلت ولد بعد بنات منه يعني يتردوا هلون على ست زينة للبيت أكثر 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 إنه أكو مثلا زوجة أستاذ أثير كشكول زوجة أستاذ غسان إسماعيل بس مو مشهورات أي يعني هاي زينة تحب الحياة البيتية إنه لا تحب تطلع هواية تحب دائما قاعدة البيت زينة عدها شروق الحسن هم دائما تواصل إياها وهي تواصل موجود زين ممكن يعني وإستاذ ألا أحسين وغيرها من المشاهير إنه عدها أكو تواصل بس إنه طباط وطلعات أنا سماعت من عندك يعني أصدقائك ست زينة موجودة طبعا بالكواليس وإذا أنا كنت محضر لها فيديو لكن ارتقينا إنه هي نسألها السؤال اللي أنا محضر للفيديو فممكن أنت تدعيها نسألها السؤال لمدة تفضلين ممكن انطوها النكمايك بيس حتى لو بس انطوها النكمايك شباب جيبوا لها النكمايك أول شي هي جتي إنه ممن تهيئ إنه نقاء أو ظهور شاشة هذا يمكن أتوقع الناس راح تحبس تزينة على إحنا طبعا فاجأناها وما كانت في بالها إنه راح تدخل الحلقة ولا مستعدة إنه تكون بالحلقة بس شوفوا ببساطة الإنسان إش قيد ما يكون بسيط إش قيد ما الله يخلي بي يعني رفعة عالية فيارت والله لو تتفضلين ستزينة وأريد أسألها هذا السؤال بدون المقدمات والهذا تفضلي ستزينة خلي النكمايك تفضلي وين توقف شباب مثل ما قلت لك هي من لامة هيئة على راحتش تفضلي لامة هيئة خلي إي أبدا هيا يعني أوك في يم أستاذ بسام أهلا وسهلا نورتي شرفتي شوفوا يعني هي تقول آني ما مستعدة لل أنت تشوفها هي بكل حالات هيئة إي ما شاء الله الحمد لله وشكر أنا قلت لك أنا همين يعني بكل حالات يحلوا باسمهم التلفزيون أنت كأعلامي تعرف التلفزيون إلي في ظهور خاص بس أكيد ما أبخل بهذا الظهور يعني ويا أستاذ بسام ويا أبو سيرين أو على الناس أنه يشوفوني بطبيعتي هم الناس بعد حيحكمون خليني أسألك السؤال اللي كانت مقررة أسأله تمام إذا وصفت الإضاءة ما أخذتني بما أنه إحنا ما مضبطين كاميرا ولا شيء إي لا ما شفت يعني لو سألنا السؤال توصفين أستاذ بسام ب جملة كل اللقاءات صار لش هاي العشرة أشغل صار لكم متزوجين تعرف شوف ثلاثة سنين أوصف إلي ثلاثة سنين شوف هي إحنا عشرتنا مو بس ثلاثة سنين بس هي ثلاثة سنين زواج الزواج دائما يفرق عن الارتباط أو علاقة الحب أو كذا الفترة قصدي يفرق ليش لأنه بالزواج أنت تعاشر هذا الإنسان وتشوفه بطبيعته وتشوف يعني كل تفاصيله فلا من شفت أنا يعني تفاصيل حياتي ويا الحمد لله اتضح أنه أنا خياري صح ولو يرجع بي الزمن سبعة آلاف مرة أرجع أختاره وآني الممنوع لا أرجع قبل أختاره حتى لو أنا طفلة ما أرجع أختاره قولي لي بموقف بهذه ثلاث سنوات كنتي تمورين بأزمة مثلا صحية كل يتنمور بأزمات صحية لا أنا يستقل بيوجع عني زيل تمورين بأزمة صحية وشفتي قدامت يعني كان بدور يعني زيد لتش شوف بسان كلش إنسان قوي الحمد لله والله يا ربي قوي أكثر أكثر مو أبتشي بس آني إنسانة صادقة تخافين علي بمشاعري طبعا أكثر من نفسي آني إنسانة صادقة بمشاعري بس آني بالنسبة إلي كل الدنيا الله يا ربي يحفظ إلي ويحفظ كل زوجة زوجة بهالفترة الراحة تاني مريت به ويا ضروف صحية بس أكثر يعني يوم بحياتي كان كلش بالنسبة إلي تأذيت بي أو شفت بي يعني نضرب وجه بسام أنا ما شايفتها يوم اللي كان مفروض أسوق أصطرة بالقلب بواعت أكو نظرة بعين بسام بسام كلش قوي وما يخاف من أي شي أول مرة كان أشوف إنه هو أخايف علي يعني خايف من جالبة لا مو شغلة مدمع أكو نظرة بلاعين تجي أكبر بهواية من الدموع بشرت باعي تعرف إنه وجهه مخطوف ومتأذي فعلا ومتيعرف شي سوي بسام عنده حل لكل شي يعرف كل شي يسوي ما في ديوم قلت له على شي وهو ما يعرف يسوي أو ما يعرف يتلاف أو ما عنده حل لهذه المشكلة مو بس آني كل القريبين مني يلجأوا لبحال مشاكلهم بس بيوم أحسد ما عنده حل فخفت علي أكثر من نفسي ما خفت أنه آني ممكن خفت إذا أروح رح عرف في تشكد رح يتأذى كانت من داخل الأمر ما متعلق بي آني عندي الله سبحانه وتعالى فأعرف فيه أنه هي جباني زين فإي جباني حيني لبعد الحدود كنا جباني أمام المرض وشغلة أنه بالقلب فما يعني شغلة أسوي لها يعني لا أقدر أن أدخل مكانها ولا أقدر فشي ولا أقدر لو محتاجة منك شريان بالقلب لتبرر آني أجاومك يالله لا يتبرع لي بس هوني ما رح قبل بس هو ما رح قبل إذن إي وصارت عندنا هي تحالة مرات دا سوي عملية برجلي باكم أفصل نادر كلش بال يعني بالمشاكم القدم تمام يعني حرت بوقتها ودزيت تقارير للهند والتركي أو كذا فبعدين وما قدرت أسافر أسويها بسبب وضع دواما بوقتها بس لقيت الحمد الله هنالجراح ممتاز فقاله هو يصير أنت تاخذ هاي القطعة هذا المفصل منعدي وتحط الهيام بوقت طبيب صاف شوية بعدين وراها قل يعني ما يعني كلش ممتن لك بدالها على هاي الكلمة دا تقولها لأنه بيّن أنه بوقتها كان بيّن هو دا يحتي من قلبه كل عقله بس أنا مستحيل أقبل طبعا يعني تباقع لها بـ يعني بالنسبة يعني الزينة لا لا يعني كرشة يعني ما عندي أيشكال بايش يعني بس المهمة تقول الصحة زينة أنا أريد أسأل أنت عبتها هواية أنتو مثاليين بالزواج لا مو مثاليين شوف أنت من تكون صادق يجوز الناس تشوفه مثالي بس أنت لا أنت من الصدق بينك وبين شريكك يعني هسا اليوم مثالي يجوز الناس تشوفها مريضة أو مريضة أو ميز برع لها بشي من جسمه؟ يعني راح يعوفوها مثلا؟ أو حتى هي علاقاتنا قبل مو اليوم كل من الزوجين دايصارون كل من عايش حياته بوحد هي عايش حياته ويا صديقاته وهو عايش حياته ويا أصدقاء أو صديقاته ناصر تفوككو سري والأطفال عايشين ويا التليفون اللي هو أخطر وسيلة سيرين ويا التليفون؟ لا أبدا؟ لا لا تشوف عدها أوقات تشوف بالآن أريده مو كل شيء منو صديقاتش من المشاهير؟ البنات المشهورات يعني المعروفات بالعراق يعني شوف أنا كلهم عندي وياهم علاقة طيبة بس الصداقة هنا يختلف منفهومها بالنسبة إلي يعني الصداقة مو مجرد كلمة العلاقات الطيبة كلهم علاقة بيهم طيبة بس كصديقة يعني هو قاقب شوية لن يعرفهم كلهم الشروق الحسن وعندي صديقات من خارج الواسط أيضا ككلش كصديقة بمعنى يعني تتواصلون وكذا والسول فون منه بس تواصل عدي وياهوايب يعني بنات من الواسط وأحبهم وأشوفهم بين فترة وفترة يعني كلهم علاقتي بيهم طيبة بس أنا ما أحب يعني ما أقرب ستزينة معذرة يعني وعذرا أنا آسف هذا السؤال يمكن ما يحقل أي شخص يدخل بي بس بحكم عملك الحجاب أحد من عملك يعني قلل من فرص العمل الحجاب أكيد مثلي مثل أي بنية إحنا كل يوم شركات ما تقبل توظفوا بنية للمحجبة هذا واقع يعني مرير معرف يعني ليش واقع مريض أنه ما يعينون بنية محجبة ليش أنت شتريد منها لعد أنت شنو ببالك يعني إذا أنت ما تشتغل وياها لأن هي محجبة يعني شنو ببالك يعني معناه إد هنا نقصد الحجاب الحجاب الاستعراب أي أنت أحد من العمل عندك أي أكيد يعني قلل فرص الإعلانات أكيد لكن أنا الرزق على الله بكل شيء بالحياة يعني اللي جاي في شيء خلي أخذها أنا آخر همي هذا الشيء شاكول عنه شاكول الإعلامية أم سيدة الأعمال بما أنه أنت فتحتي منتج وفتحتي براند هذا البراند هذا البراند فلوسها من عندك ولا من العدد إحنا شراكة شوفوا إحنا شراكة شنو آني هما شراكة مالية بس محازم جابر زين آني هما دع بيهم رقبتي نجي ترويج للمنتج طبعا لأنه هو الموضوع كوزماتيكس فأكيد يخصني ما أنا أعرف هذه المواضيع شو تعرف؟ يعني كم أنه هو ميك أب أعرفي أو شيء يعني ما نعرف تفاصيله مثل ما المرأة يعني أكيد أنا فهي تختار المنتجات شنو وشنو النوعية الدرجات صاغ باسمها؟ لا لا ما باسمها ليش بسويت؟ روزانة ليش مسميتي باسمك؟ آي تسجيل مع شركات أسأل دائرة تسجيل الشركات مشجل لقيت الاسم متجن إذا كان باسمها لازم اسم الثلاثي إذا تدخل على المنتج الاسم الثلاثي تصيد لي فاتح ليش تفكرين بيوم من الأيام تفتحين منتج باسمك؟ هذا ليس شغلت باسمي يعني ما يصير تسوي يعني اسمك هسا من تروح مثلا تريد تسميه حيدر تلقي شيء واحد اسمه حيدر مسجل يعني هو ماتك بس ليس شرط تسمي باسمك يعني لازم اسم مسجل بالمعجم العربي أو الكردي لا يختصر فقط على اسمك لازم الاسم الثلاثي يكون قولي كلمة أخيرة للسيد بسام ماكو كلمة ولا أخيرة ماكو شيء أخير إن شاء الله لحد أخر يوم لا هي تقول لك كلمة مثلا كلمة تفصل أنا أقول أنه أنت تعرف شقد أحبك وتعبتك وعذبتك وهو هي والله يخليك إلي والأولادك والهم ويخليك خيم على راسنا ويوفقك للأحسن بخطواتك الجاية أنت دائما خطواتك صحيحة تتمنيني أن يكون نائب؟ لا أتمنى يكون الشيء اللي هو يريده أنا مو يعني أتمنى يكون نائب هاي ممكن تفسر أنه أنا أريد فد شيء معين لا أنا متأكدة هو حتى من راح يكون إن شاء الله وفي حال فاز إذا كان نائب ما راح يستغل وظيفته مثل ما هو بقف من طعس سنة ما استغل وظيفته بكل بأي شيء فمتأكدة هو راح يكون إنسان نزيه وراح يخدم الله يوفقكم الله يسمك ويخليكم إن شاء الله بس الحلقة إن شاء الله تقعدوني جاي جبوا نسيرين وياكم لا ما راح نصور ما راح نقدر نصور صدر؟ والله ما تخلي ما يخالف ننطهيها مساحة شوية ما دلتك عديلو يامي ونو يزيلة هي عديل شكرا جزيلا خلينا نروح إلى فاصل الفاصل الأخير راح نتحدث به عن العراق وعن أسرار العراق والرسالة اللي يوجهها السيد بسام إلى سياسة عراقي والشخص بعد ما قرأتها بعد الفاصل أهلا بكم بالجزء الأخير من بالممنوع حلقة هذا اليوم السيد بسام أهلا وسهلا بك وحياك الله تعبناك يخذنا من وقته لكن يمكن على ما أعتقده أظن عندك جمهور يحبك وعندك ناس يحبوك وحتى اللي ما يحبوك خلي يشوفوك مو صحر؟ عندك إشغال نسبة اللي ما يحبوك؟ والله أنا ما أقدر أنه أنا أحدد هاي مثلا أكثر أقل أنا شيء ما يعني إذا شوف تعليق رأسا نحن أنطي بلوك هي جزهو ما يعرف قائمة بلوك وين ليش تنطي بلوك؟ ليش ما تخلي بوا عليك؟ ما يعجبني حتى يشوفك أنا ما يعجبني وظل يحترق بنار ما يعجبني هيته موحسن؟ ما يعجبني داخل معركة رأسا شوف التعليق ما يعجبني طي بلوك بلوك نصف المعركة الإعلام والفوز أي الإعلام هم رح يشوفني بعدين رح يتمنى أنه شلون أنه يقوي علاقته بيه الحمد لله وشكر ما دام عندي ثقة بنفسي تمام وشكه إنسان أنه صار ويايا وعرفني يعرف قيمتي شنو ويعرفني شون زين وين نص بالجزء هذا الأخير ارتقينا بالبرنامج نعم ونرى خارطة العراق لشقد لطيفة بألوانها نعم لو خيرتك بمحافظة من هذه المحافظات العزيزة علينا نعم تقدم بها خدمة لأيتام أو لأمهات الشهداء نعم أي محافظة رح تختار شوف أنت ميصر هنا نقول أنه نختار محافظة بما أنه إحنا عراقيين وين ما تكون أنت عراقي وين ما تكون أنه شكه إنسان اللي كان بدهوك تزاخه واللي كان بالبصرة أنه هذا عراقي وهذا عنده حقوق في هذا البلد ولازم تساعده إذا كان أنت عندك فهذا منصب وعندك إمكانية أنه تقدر ساعده حسب إمكانيتك الشهداء ما أتصور أنه أكو بالعراق كل محافظات العراق صار بيها مثل أي دولة صار بيها مثل اللي صار بالعراق على مر العصور أكثر دولة بالعالم وصار بيها حروب ومشاكل داخلية اللي هو العراق فأي محافظة راح تزورها راح تلقاها أنه هي لازم أن نتساعدهم وتلقى بيها ناس تمام وجه لي رسالة لأحد دول الجوار من هذه الدول الموجودة وجه لي رسالة رسالة عتب والله إذا عتب إذا حوب أنا أعتب ليش أعتب لأنه ماكو دولة مجاورة أحنا عسكريا ماكو دولة مجاورة تحب دولة مجاورة أخرى ليش إنه إذا هاي الدولة أنه طورت راح تضر الدولة الجانبة في لهذا السبب أنه كل الدول يعني ما على الأسف يعني بعيدة كل الاحترام لل شعوب شعوب هاي سياسة ندهش على السياسين الموجودين أنه يحاولون شتى الطرق في سبيل أنه يؤذون هذا البلد وهذا البلد خيرات على كل الدول المحيطة والبعيدة أكو مثل يقول كوم حجار والهجار نعم أكو هذا المثل ينطبق على دولة من هذه الدول هنا ليش قلت لك كل الدول أنه ما تريد خير للعراق كل الدول أنت عندك يعني دولة تريد تقول عليها بس ما تقدر تقول يعني ما أنه والله شوف أنا ما أجب رقي لا لا كل الدول كل منه تجي يعني على تركيا على سوريا على إيران على الأردن على الكويت على السعودي كلهم شون نشوف تصريحات الكويت في بعض الأحيان كل مواقفهم مو حلوويانا بس المواقف العراق كشعب العراق وياهم لا كمواقف مشرفة حلوة طبعا هذه رسالة طلبتها من حضرتك تفضل خلي إيمك رسالة طلبتها من حضرتك قلت لك وجه لي رسالة لسياسي عراقي زين أنت وجهت رسالة رسالة أنا يمكن افتهمت من أتها بس قرية سريع أنه إلى دولة رئيس الوزراء السيد حمد الشاع السوداني إلى التحية شنو قلت له أقرالي شكر والتقدير للجهود من أبدول للسيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني على ما يقوم به من خدمة بلده من إنجازات حققها لخدمة بلده شوف السيد السوداني قدم إنجاز طبعا قدم شيء أنا ما عندي باق حتى لا تفتهموها أو ما احترام لكم الناس تفتهموا غير شيء ما عندي أي صلة أي ما لتقيته لا لا ما لتقي بس أكوا واقع ينحج شيء يعني هسا نحن نشوف إنه كذا شون تغير بالشارع العراقي أثناء حكم السيد السوداني كوي مثلا يعني يعني أبسط شيء أنت هاي المشاريع الخدمية ترى هاي المشاريع الخدمية مو اعتباطا أنه أو لقاها موجودة وبس مجرد حرك هاي الحركة مولاتا مو بسهولة يعني أكو أكو أمور أكبر من هذا الموضوع بس جازب بيها وخدم يعني ومشاهب الشيء الصحيح قدمها على مودي قدمها ليش كانت متلكيها قبل مثلا أكو مشاريع بالألفين وثمانية وقبلها وقبل ليش كانت متلكيها غير أكو أنه مني ميريدها تنفذ والحد الآن هم أكو مشاريع أنه يريدي سويها بس أكو أنه ما يقبل بسؤال أخير لو قلت لك إلغي دولة من هذه الدول ابعدها من العراق أشيل العراق كلها وطلع بغير موكا والله أشيل العراق كلها حقيقة أنت ذكيه والله أشيل العراق كلها وطلع بغير موكا ما إحت لحظة لحظة إذا قلو لك هسه نشيل دولة تشيل العراق إحتيلي هسه ونخلي أنطيني دولة قولي مثلا فلان دولة مثلا ويانا زي موقف حلو ما عندهم مواقف سلبية قولي يالله إحتيلي العراق وتوديها لأي مكان أول شي مكان موحار أنا لا تخطيش شعب العراقي زين توديها بأوروبا ماذا لا نستاهل أن نذهب إلى أوروبا لا يعني تتوقع الشعب العراقي يتأقلم من الشعوب الأوروبية شعب العراقي وين أي دولة سافرها أنه برز حتى الطاقات اللي عندنا اللي طلعوا خارج العراق كل دولة برز بها العراقين وأذكى طبعا أذكى الشعب هو شعب العراقي وهي حصائيات موانين اللي أقولها تمام وين ما كان هناك عراقيين حتى من السافر نشوف ناس عراقيين موجودين هناك نفسين تتاح تأخذ الأوروبا أو تأخذ الأمريكا لا لا ما أخذ الأمريكا بأوروبا أوروبا حسنا أوروبا مو على متسياسين أو شيء لا لا بالنسبة للأجواء الموجودة والغابات وهذه الموجودة فقط أمريكا هم موجودة أمريكا هم موجودة بس التاني عرف شنو المغزة متريد لأمريكا حتى أمريكا أنه هتها مشاكل غرانة لا 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 أمريكا هم بها ترى بها درجات حرارة كل شعالة صح بأريزونا أه 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 شنو أنا طلبت بس مو أنا هذا سويته هيت لأنه عبالي ينتهي يلا أكتب اسمك يعني أحنا طلبنا ببداية البرنامج أكيد إحنا ما ننسي إلي ضيوفنا كلهم على راسنا وجنابهم عالي لكن من الحق الضيف ببداية الحلقة أو بنهاية الحلقة يوقع على التعاهد اللي نطلبه من عنده أنه هو يتعهد بمسؤول عن ماكو شي يعني هو بالنهاية الروتين هذا قول كلمة بعد بختام الحلقة أنا أخليك أنت تختم الحلقة لأن أنت مقدم برامج أنا أقول شكرا جزيلا لحضورك أنت أختم الحلقة كما ترغب وتشاء وتريد بتحية عسكرية بتحية مدنية كيفك أنت نورتني وشرفتني أشرف تفضل هاي كامرتك وأنت أختم الحلقة نهاية الحلقة أحب أشكر كل الكادر الموجود هنا والأستاذ حيدر والقناة الموقرة وإن شاء الله أنه يكون طريق العراقيين وطريق العراق نحو التقدم إن شاء الله لأنه بلد ما يستاهل هذا اللي صار بي والجرة واللي هاي المعارك والحروب السياسية اللي صارت على هذا البلد فإن شاء الله التوفيق من رب العالمين وإن شاء الله التقدم للشعب العراقي بصورة عامة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى